محافظة إدلب السورية ساحة تصعيد وردود فبعد إعلان أنقرة مقتل أربعة من جنودها في قصف لقوات النظام على إدلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن بلاده ردت ردا مناسبا وإن القوات التركية قامت بتحييد 35 عنصرا من قوات الأسد المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى مقتل 13 عنصرا من قوات النظام بقصف جوي تركي على إدلب وحما واللاذقية أردوغان أضاف بأن تركيا ستواصل الرد على هجوم النظام على قواتها وتمضي قدما في تحركاتها العسكرية في إدلب موجها أيضا تحذيرا لروسيا من التدخل في الرد التركي على النظام روسيا من جهتها نفت تعرض قوات النظام لأي غارة جوية وقالت إن القوات التركية تعرضت لهجوم من قبل النظام لعدم الإبلاغ عن تحركاتها في إدلب التطور هذا يأتي في خضم تحركات عسكرية واسعة شمال السوريا النظام يتوغل جنوب الشرقي إدلب ويقترب من نقاط استراتيجية بمساندة غارات جوية عنيفة بينما تدفع تركيا بتعزيزات عسكرية باتجاه ريفي حلب وإدلب خطوة وصفها المرصد السوري بأنهم مؤشر على تصعيد تركي مع روسيا أرفد الجنابي العربية